لو نفسك تكل حمام أو حتى فراخ محشية، أحلى من الحمام يا منبار الفراخ، أجنحة الدجاج المحشية، وصفتي الحاصلة على مليون ونص مشاهدة، النهاردة بناء على طلب المتابعين، هعملها معاك بحشوة جديدة وطريق التسوية مختلفة تماماً، كل اللي فاتوا حاجة في الفيديو القديم، هيعرفها، هقولك إزاي تخلي الجوانح وتحشيها بالحشوة اللي انت عايزاه، انسي الحمام الغالي وانسي الفراخ المحشية، وجربي منبار الفراخ، وخلاص أنا نويت أفتح مشروعي منبار الفراخ وهستقبل أردارات عشان نفسي الناس تدوق العظمة والجمال ده، جربيها قبل ما تحكمي عليها، الجوانح دي أكلة عالمية بتتعامل في كل دول العالم بطرق مختلفة، عملناها بكذا حشوة مع بعض عشان نرضي جميع الأزواء، بس قبل ما نبتدي الفيديو، فضلاً ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات على علامة الكل عشان تكوني أول واحدة يوصل لها الوصفة الجديدة، كمان لو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي، أنا شايماء محمد شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو لو عجبك مع أصحابك، وأنا هنا معايا جوانح زي من شايفين أنا خلتها وغسلها كويس قوي، بدي إيه والملح وإيه اللامون، شايفين ده شكل الجناح بعد ما ادخلها؟ ناس كتير سألتني أنت بتحشي يا موريانا الجناح من بره ولا من جوه؟ والجناح بيتحشي من بره ومن جوه عادي جداً زي من شايفين الجناح اللي في إيدي ده، أما بيبقى الجلده جوه بياخد كمية رزة أكتر طبعاً وبيبقى حجمه أكبر، لكن براحتك احشي من أي ناحية مفيش أي مشكلة، حتى جوانح الفراخ المرة دي كانت صغيرة ما كانتش كبيرة قوي، إنتوا عارفين بقى الفراخ غالية الأيام دي، فصعب إن اجتلاقي جوانح كبيرة، تعالي بقى أوريكي طريقة الخلي، أنت بتجيب الجناح بالشكل ده، هتبتدي تقطعي الناحية اللي فيها الكتف، تمام؟ الناحية اللي هي سبعة دي فيها الكتف اقطعيها، جالي تعليقات كتيرة، أنا مش هعرف أعمل كده، دي حكاية صعبة قوي، والله يا جماعة الحكاية سهلة جداً، تدريب بسيط كده، أول جناح معاك هتخليه، هتلاقي نفسك بتخلي كل الجوانحها دي، اصبولي بس كده وهتبقى محترفة، شايفين أنا بقطع الطرف الزعنفة الصغيرة كده، أو العظمة الصغيرة اللي في بداية الجناح دي أنا مش محتاجاها، شايفين ده مسكى الجناح بقوة، أنا فرداء ومسكى بقوة، عشان أعرف أخليه، دلوقتي بقى سكينة حامية في إيدي، لازم تبقى السكينة حامية، وعند المفصل اللي فوق، ببتدي أفك كل الأربطة، الحتة دي كلها أربطة، بيضة كده ببتدي إن أنا أفكها، وبالسكينة بكحت لتحتها على العظمة، بسي أول ما خلية الجناح من فوق، اتسحبت معايا بمنتهى السهولة، حاجة سهلة جداً ما تقلقيش منها خالص، دلوقتي بقى بالسكينة، ابتديت برضو أفصل بين اللحم و العظم بالروحة خالص عشان المنطقة دي بيبقى فيها جلد، فخلي بالك حتى لو قطعت الجلد ما فيش أي مشكلة، كله هيتلفوا، هيتداروا، ما تقلقيش خالص، بصي، بنزل بقى لتحت الحتة دي برضو مليانة أربطة، بحاول لنا أفك الأربطة البيضة دي، شايفين؟ بالروحة خالص واحدة واحدة هتلاقي نفسك خلية الجناح سهلة قوي، شايفة؟ هفك برضو الأربطة البيضة دي، وهبتدي أنزل لتحت، بكحت كده لتحت عشان ما حاولش إن أنا أجرح الجلد وقطه على قد مقدر، شايفين؟ هتنزل معايا سهل جدا، دلوقتي بقى كده الحتة اللي في النص دي برضو فيها حتة لحمة صغننة بسلكها كده بالسكينة ونزلها لتحت، شايفين يا جماعة؟ بالنسبة بقى للطرف بتاع الجناح اللي بيبقى تحت خالص كده الحتة المسلسة دي، أنا بحب أشيلها ما بحبهاش تبقى موجودة، بس بس كده نص الطرف عشان لو حابة تغلي فيها بالورق الفويل بتدي شكل حلو قوي للجناح بعد ما يستوي، أنا بشيل الطرف اللي تحت ده، تمام؟ بصي الجناح ده بقى، أنا هسيب الطرف اللي فيه مش هقطعه، عشان هحشي الجلد فيه هو اللي هيبقى برا، تمام؟ بكزي معايا كده خلاص، أنا هسيب العظمة مش هفصلها، شايفة هي العظمة معايا، كده بقى تقداري تحشي الجناح بالشكل ده، وتحطي الحشوة من جوا ما فيش أي مشكلة، بصي ده مقطع تاني بوريكي بعد ما خليت الجناح، أنا هفصل خالص الناحية دي، يعني أول واحد ما فصلتوش، تاني واحد هفصله من تحت، وبالتالي هتبقى فيه فتحة صغننة تحت، والجناح ده هح شيء على وضوه كده، الجلد فيه هيبقى جوا، براحتك جدا دي خيارات موجودة قدامك، اعملي الطريقة اللي تريحك، ده بيبقى كده مفتوح من ناحيتين، وبرضو عادي الحشو ولا بتخرج ولا أي حاجة، وخلاص كده أنا خليت عندي كل الجوانح، هبتدي دلوقتي هتبّلها، معايا بصلة صغيرة مبشورة ناعم، معايا معايا صغيرة فلفل سود، نص معايا صغيرة من الحبهان البودر أو الهيل المطحون، كده معايا معايا ونص من الملح، أنا معايا 2 كيلو من الجوانح، الفيديو اللي عملنا قبل كده تبّلنا الجوانح بمية البصل، ودي أحسن تدبيلة ليه الجوانح، أحلى تدبيلة ليه الجوانح المحشية، غطيها وسبها تبتل عندي فترة كافية، أنا سبتها طول الليل، تاني يوم بقى معايا هنا كبض وأوانس برضو الكمية اللي انت عايزاها، ابتديت أقطعها وقطعت الأوانس أصغر من الكبض عشان هسويهم نفس التسوية، وكنت ضربة في الكب عندي بصلتين، أستخدم البصل ده طول الوصفة، أول حاجة كده خدت مع علاقتين منهم عشان أت تبّل الكبض والأوانس، وأنا معايا نصف كيلو من الكبض والأوانس على الاتنين كيلو جوانح، حطيت معلقة صغيرة في الفلسود، حطيت حبهان، وحطيت معلقة صغيرة من الملح، وبتدي تقلب الكبض والأوانس في البصل، الخطوة دي مهمة قوي قوي بتدي طعم حلوة قوي للخلطة يا جماعة، واربوا تعملوها ومستنيع رأيكو في التعليقات، تمام؟ هسيبها كده مركونة ساعة واثنين، ويلا بقى على طول على النار نحط معلقتين كبار من السمنة عشان نعمل أحلى رز بالخلطة، كأنك كده هتعملي خلطة للفراخ المحشية، حطيت كده معلقتين من السمنة البلدي، كمان عليهم شوية من الزيت عشان الرز بتاعي فلفل، ونزلت بقى بالكبض والأوانس المتبلة، وزي ما قلتلك، الأوانس متقطع قطعة صغيرة جداً عشان تستوي بسرعة مع الكبدة، هبتدي بقى أشوح الكبض والأوانس كده مع السمنة البلدي، وتشمي الريحة الجميلة، وعايز أقولك في المرحلة دي لازم تسوي الكبض والأوانس نصف تسوية، هدي النار وسب بيها تستوي، كده معايا استوتوا بقى التمام، كنت مجهزة كبايتين من الرز المصري غسليهم ومصفيهم، طبعاً الرز المصري ما بيتنقعشي، حطيتهم على طول على الكبض والأوانس، للوقتي بقى هتبل الخلطة بتاعتي، ركزي بقى في التوابل اللي هتديني طعم جميل، نص معلقة إرفة، الإرفة ضرورية جداً في الوصفة دي يا جماعة، نص معلقة من الكزبرة النشفة، نص معلقة من البهارات السابعة أنا مستخدمة إبهار فود، ونص معلقة من مرقة دجاج إبهار فود، كمان معايا نص معلقة من الفلفل السود ومعلقة صغيرة من الملح على قد الرز، أنا كنت حطى ملح على تدبيل الكبض والأوانس، هبتدي بقى أقلب والرز بتاعي لازم يسخن ويتشوح في المادة الدهنية عشان يبقى مفلفل كده جوه الجناح، الريحة يا جماعة جبارة، اللي ما يجربش الإرفة في الوصفة دي هيفوته كتير قوي من الطعم، بجد ربع معلقة الإرفة صدقيني مش هتدي طعم جامد قوي، بس هتحلي جداً الرز بالخلطة عندي، خلاص بعد ما الرز عندي، تشوح وسخن، نزلت بمعلقتين كبار من البصل المبشور اللي أنا حطيت منه على الكبض والأوانس، إضافة معلقتين من البصل الناية كده على الخلطة يا جماعة بتدي طعم روعة للخلطة، جربوها ومستنية تعليقاتكم، أكيد ناس كتير جربت الموضوع ده بيفرق جداً في طعم الرز دلوقتي بقى، هحط كده كبايتين مية، خلي بالك كده من معيار المية، أنا محتاجة الرز ده يستوي نص تسوية بس، أنا مش هغرقه مية، أنا يدوبك كده المية تبقى مغطية بل أقل كمان ههدي النار خالص شمعة وهغطي عليه وسيبه يستوي براحته خالص، هيقعد معي كده على الأقل عشر دقايق، هيتشرب بسرعة، وده شكل الرز عندي بعد ما استويه برد، شايفين عمل إزاي؟ هو كده نص تسوية وبردو الكبض والأوانس ما زالت ما استويتش سوى كامل، تعلي بقى أوريكي، كده أنا هبتدي أحشي من الناحية للجلد فيها جوة، كل حاجة قدامك وسهلة وبسيطة، عايز أقول لكم بقى جمال الخلطة دي يا جماعة ما حصلتش، والله يا اللهم بارك، ات اتنسفت، جميلة جدا، فيه ناس كتير قالولي ده لحمة مفرومة مكلفة لما حشيت الجوانح الأولانية، طيب الرز بالخلطة ده حلوة قوي، كمان تقدر تحشي رز سادة كأنك بتعملي محشي، قنوات كتيرة اللي خدت مني الوصفة حشيتها بالرز السادة كأنها بتعمل منبار بالزبط، الموضوع قدامك جربي الحشوة اللي انت عايزاها جربي كل مرة حشوة شكل وشوفي أنهي هيحبها أولادك وهتفضلوها، شايفين سهل إزاي بجمعها بإيدي بالشكل ده لأن الفتحة من فوق بتاعت الجناح بتبقى واسعة، ضمي الجناح على قد ما تقدري، شايفين؟ بعدي بقى أحشي كمان واحد، الجلد فيه هو اللي يبقى بره، وعايز أقول لكم إن الجوانح دي أنا كمان بحشيها بالفريق، الفريق طعمه بيبقى رائع فيها بقى بتبقى حمام بالزبط، يعني بتقلب على حمام، وأظن دي وصفة اقتصادية مع غلو الأسعار وغلو الحمام وغلو الفراخ، فأعتقد إنك تعملي منها كمية وزي ما هوريك المقطع الجاي تقدري كمان تخزنيها وتطلعي تسويها وتسحبي منها على طول، وصفة اقتصادية وسهلة ولذيذة جدا، كمان كل حشوة ليها طعم مختلف، يعني حشوة اللحمة بالرز غير حشوة الفريق غير حشوة الكبد والأوانس، سبحان الله كل حشوة بتديكي طعمه مختلف جدا، الوقت بقى الناس اللي ما كانش عجبها إن أنا بلف الجوانح في الستريتش، شفنا كده طريقة صحية أحسن إن إحنا اللفها في ورق الزبدة، ومتقلقيش ورق الزبدة مش هيدوب ولا هيجراله أي حاجة، زي ما انت شايفة لفتها رول الأول بورق الزبدة، وبعدين ورق الفويل، طبعا حرصا مننا على صحتنا لازم نستخدم البدايل الصحية، بعدين قفلتها كده كويس زي البمبونية، شايفين؟ ناس بتقول لي طب أنا بالنسبة لي ورق الفويل مكلف ومش هقدر أجيب، طب أنا هقولك على حاجة أنا سعاد بسويها والله يا جماعة بحطها في الفريزر شوية، وسويها كده من غير فويل ولا أي حاجة وبرصها في الصينية، بس أنا عشان التصوير وعايزة يطلع لكو الرول يبقى شكله متساوي، ما يبقاش مفنية، لا يبقاش معي كده، فلازم أعمل الخطوة دي، لكن انت في بيتك تقدر تسويها بدون أي فويل، بس تقفليها كده بستيكس لو انت مش هتحطيها في الفريزر، تمام؟ وبتترص جنبه بعض وبتستوي ولا أي حاجة، شايفين كده خلاص؟ أنا خلصت كل كمية الجوانح عندي اللي أنا حشتها، وجهست عندي بقى صنية كبيرة وابتديت أرص الجوانح جنبه بعضها كده، المرة اللي فاتت إحنا غالينا ميا وسلقناها في حلة في ميا كتيرة، المرة دي بقى هنسويها بطريقة سه لو مختلفة جدا، بصي، دا ديت كده أرص الجوانح عادي جدا جنب بعضها، حطي بقى عدد الجوانح حسب عدد أفراد الأسرة اللي هيكلوا كل واحد جناح اتنين تلاتة يعني الصراحة ما يتشبعش منها، أنا بقى هنا مش هعمل كل الجوانح، هخزن الباقي عندي في كيس في الفريزر، طريقة تخزين سهلة قوي، زي ما هي كده تتحط في الفريزر، وقبل التسوية تخرجيها تفك، وبعدين تسويها في الماء السخنة ولا أي حاجة، سهلة وبسيطة جدا وهتسعفك خالص، يلا بقى كده على البوتاجاز، نحط الصينية حتى أسويها على البوتاجاز، عايزة تسويها في الفرن برضو مفيش أي مشكلة، بس إحنا بقى ساعة فطار، وعايزة أنجز بسرعة كسوتها على البوتاجاز، نزلت بقى بمية مغلية على طول، وهحط عندي آخر كمية بصل كنت ضربوها هم نفس البصلتين اللي استخدمتهم طول الوصفة، هنزل بيهم كده على طول على مية السلق، كمان هحط شوية خل عشان الصينية الألمونيوم عندي ما تسودش، هنزل بقى بورق اللورة، هطعم الشربة بتاعتي، كمان هحط كده رشة بسيطة من الملح، وهحط نص معلقة صغيرة من الفلفل لسود، وهحط كمان ربع معلقة صغيرة من الحبهان، إيه ده يا شايماء أنت بتتبلي الشربة بصل وحبهان وفلفل سود؟ أسئلة كتير جات لي، قالت لي معقولة بتتبلي المية دي لي، أيو يا جماعة، الشربة دي بتأثر في طعم الجوانح بدليل أن الجوانح دي أما بتطلعيها من الشربة، بتبص كده تلاقي الدهون نزلت بتاعة الجوانح وبقت شربة عادية جدا، وبعدين غطيتها كويس جدا بالورق الف أو أي غط عندك وسبيها تستوي برحتها، هنا بقى خرجت الجوانح بتاعتي على طول على مصفى، وبالنسبة لمدة التسوية خدت معي 40 دقيقة، الأول اديتها 10 دقيقة على النار عالية، وبعدين هديت النار خلتها وسط، شايفين سخنة قوي مش عارفة أمسكها بس بقى كان ساعة فطار ولازم أنجز، شايفين بتطلع عادي من ورق الزبدة ولا جرالها أي حاجة خالص، وطبعا أصح كتير من الستريتش، بالنسبة بقى للجوانح الأولى اللي كانت بالرز واللحمة المفرومة، كانت مدة ت تسويتها 50 دقيقة، لكن الحشوة دي مش هتاخد معاك وقت لأنك مسوية الرز وكمان مدية للكبد والقوانس نص تسوية، شايفين يا جماعة شكلها اللهم بارك، طبعا المفروض بعد ما تخرجيها من الفويل تسبيها تهدى، أنا بقى بحب أحمرها، ودي حاجة ترجع ليه زوء الشخصي أنا متربيه عليها كده إن إحنا بنحمرها، تقدر أنت بقى تديها دهنة سمنة كده وتدخليها الفرن أو حتى دهنة صلصة مع الزبدة، لو أنت ما بتحبيش التحمير بس هي دي يا جماعة طعمها الأصلي والله الجوانح دي يا جماعة أحلى من الفراخ المحشية، أنا نفسي الناس كلها تدقها وتعرف طعمها الجميل ده وما تحكميش عليها غير لما تجربيها، كمان كنت عاملة جنبها شوية سبانخ مع مخلل مع بقية الرز اللي بالخلطة زودت على رز وأحلى أكلها تعمليها وأحلى حمام كداب، إن شاء الله تجربي وصفتي مباري الفراخ بالحشوة اللي أنت عايزها ومستنية رأيك في التعليقات في نهاية الفيديو أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشارات على علامة الكل عشان يوصلكوا كل جديد، كمان لايكوا متابعة للصفحة على الفيسبوك باسم وصفات ويوميات أم ريانا تعليقاتكم بتشجعني كتير، بحبكم في الله، كان معاكم شايماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته